وفي السياق أعلن مجلس الشيوخ عشار الأنبار رفضه لتدخلات المشبوهة للدفاع عن بعض المطلوبين القضاء مطالبا بتدخل القوات الأمنية بشكل عاجل وإغلاق المحافظة بوجه المجاميع المنفلتة وأصدر مجلس الشيوخ ووجه الأنبار بيانا حذر فيه من قيام جهات منفلتة بحماية الخارجين عن القانون داخل المحافظة مشددا على رفضه القاطع للتدخلات المشبوهة التي ظاهرها الدفاع عن بعض المطلوبين للقضاء وبطنها إثارة الفتن وإعادة الإرهاب بثوب آخر وكان المتحدث الأمني باسم كتائب حزب الله العراقي أبو علي العسكري قد أعلن وقوفه المباشر إلى جانب سطام بوريشا الذي اعتقلته قوة أمنية قادمة من بغداد ضمن ما وصفه مراقبون بعمليات شد وجذب واضحة مع رئيس مجلس النواب العراقية منذ استهداف مكتبه في الرماد بعض من الصواريخ قبل أسابيع